صلاح بجاتو ايه بتضحك ليه دلوقتي اه 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 نقل بسات بعد وعمل يضحك صلاح بجاتو ايوه وانت بتقول لي ضحكتي بتضحك ضحكة وديعة وتقول لي انا لو ضحكت جمد اغدلكم دي كلها عم بتاع تخوفنا والله اه ادم بس يعني احنا كيه تمام طي فضل قول لي بقى انت غوية هنا ازاي ومنين وإيه ونسمع عرفتك ازاي وكده اه انا اصلا يعني بغني من وانا صغير جدا والدتي ملحنة تم حاجات اطفال وكده يا شيخ ايما صلاح الدين يا شيخ ايوه اه هي اللي علمتني الغنى اصلا يعني اولا غنيت وبعد كده بقى الواحد يعني بدهر على الاماكن اللي بتعلم فيها مزيكة وغنى واغني فيها زي مصرح البلوم مثلا الابرا اماكن دي سألت تصوير الحاجات دي اه واشتغلت مع مطربين كبار اشتغلت ايه باك فوكل يا سلام اه مين مين ويدا ويدا انا بقى لا 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 بتعزل طبعا اولا انت كنت مع دلال عبدالعزيز في القتل لا 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 بس اشتغلت مع مطربين كان لها الشرف ان انا اتعلم منهم طبعا حاجات كتير جدا اه وبعد كده دخلت كلية تربية موسيقية اه درست موسيقى ويعني هو اصلا الكميونيتي بتاع المزيكة في مصر اه الناس كلها بتعرف بعض بسهولة يعني طيب انت بتغني في الميدليهات اللي عملتوها خليجي اه خلو قوي وقلت وحتقول يعني مشكلني ايه حبك مشكلني حبك فضيعة فضيعة طيب في كل الميدليهات ايه كان صعب بقى تاني غير الخليجي عندك بص يوه بصراحة احنا يعني كلمة اتمرنا او كلمة عملنا بروفات دي ولا ايه لا اقوى على اللي احنا على اللي اتبهدالة اللي شفتوها والله ونسمى ربنا يبارك لها مع انديهاش رحمة خالص يعني بنموت يعني لو ميت اسحى كمل بروفتك وبعد كده موت بس كمان العاقة ده يبقى حلو قوي طبعا طبعا وهي كمان تعبت قوي مش بس مع مغنين كمان مع موسيقيين ان احنا كنا نسمك هتهيلا بتقعد تحضر الاغاني مع موسيقيين قبل ما احنا نيجي نغنيها فهي واخدر المشوار كمان من قبل ما احنا نيجي نغني بفترة كبيرة تحضير الاغاني وتحضير المزيكة فكان اي حاجة فيها صعوبة بصراحة كنا بنقولها وهي انا نفسي كنت بقولها نسمك انا مش عارف احفاظ دي مثلا مش عارف ايه كانت بتجيب معنا مترجمين وبتجيب معنا ناس لانه اللكنة بتاعتها الجزائري دي مش جديد علي انا كان اول مرة في حياتي اغني جزاري اللحنة فودني والغنى فودني بس تفاصيل الكلام غريبة اللغة نفسها بالنسبة لي كانت غريبة شوية بس لا يعني كل المشاكل كنا على طول بتوجد لنا حلول يعني بصراحة على فكرة عايز اقول لكم انه لو عايزين تعرفوا يعني ايه شغل تيم ويرك تعرفوا اللي انا بحكي لكم عليه ده انه هما لما بيبقوا بيغني كل الفرقة دي اللي بتغني على المسرح سواء موسيقيين ولا بيغنوا ولا رقصين ولا اي حاجة لما حد مثلا بيبقى بيشتغل على المسرح سولو مين اللي بيرد عليه بقيت الفرقة كلها بتبقى تحت بما فيهم نسمى كله واقف يرد فوكل على اللي بيشتغل على المسرح ده مفيش حاجة بتنجح من غير العشق اللي بين الناس وبعضها دي ده درس عفضل نقوله من هنا الاخر الزمان والدهر الحب والزمالة والتيم ويرك هو بس اللي ممكن ينجح شغل زي اللي انتو حتشوفوه نعارضك يلا بينا يلا بينا موسيقى 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 واتعبني قلبك مع الحس هدي اتعبني يا ما نصحتك وقلت لك كانك تحبني ابعد عن الشر يا عمري وغنينا يَوْ دَنِ 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 وويلو يو دالي 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 واويلو يو دالي 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 واويلو ابعد عن الشر يا عمر و غنيلو عشاء موسيقى اذا نصحتك يارد تسمعني و تراعي لا تشتكني هالي لا تلوي دراعي هذا الوفاء والصراحة اساس طراعي يو دالي 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 واويلو يو دالي 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 واويلو يو دالي 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 واويلو يو دالي 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 واويلو ابعد عن الشر يا عمر و غنيلو احذر كلام الوشقة يلا يفرقنا واحذر حبيبي وخلينا في محبتنا الناس ما همها إلا تباعدنا الحب مابلنا لازم نوفي له يوداني داني داني واوله يوداني داني 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 واوله يوداني داني داني واوله الوعد عن الشق يا عضي وغنيله لا 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 يا حلالة حلوة قوي دي عجبتني عز القسطول أفندم اسم سينمائي قوي تحس إنه شخصية فيلم كده زي ابن حميدو مثلا ولا بتاع يعني فيلم بحري عز القسطول ممكن جوي كمان جوي أه صح صح القسطول برضو فيها جوي مين عز القسطول منين القسطول يعني ليه كده صحابي بقى من زمان بقى عشان بقى صحاب كتير وانا رايحين جايين ومزيكة وحفلات وستوديوهات وبروفات وانا بحب دايما اللمة بحب الناس كتير فيمكن صحابي من زمان سموه كده ايوة انت مش اسمك بقى الاصل يا عز القسطول وما لقسمك ايه الاصل انا اسمي احمد ايه ده مش سينمائي اه خالص في منه كتير لا والله عز القسطول بس شفت ازاي انه فيه يعني اسم مايتنسيش اه مايتنسيش خالص ومايتنسيش طريقة غناك لا الاسم كمال مفيش زيه يعني انا بسيرش مفيش حد اسم عز القسطول في عز الدين عز الرجال ايه 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 عجبني الارور اللي فيه ايو ايو انا بقول لك انا حسيت اسماعيل يا سين في ابن حميدو عز القسطول اه ممكن او مثلا اللي هم بتاع الاتانية والحاجات دي ممكن فيه رئيس عصابة مثلا عارف كده يعني هو تجر سلاح وجوا فنان يا سيدي ايوه اه شوفهم ده محضر شخصي لا يلعب لا مش محضر قول لي بقى انت كمان ما تتنسيش بقولك في غنى الراي لانه اللي انا فهم انه نسمى اخترتك من كتر ما انت متميز في الراي ايه اللي خلاك عملت كده في نفسك هو من الاول خالص انا اصلا بحب الغنى الشرقية اللي هو بقى يعني ان كان مصري ان كان تركي ان كان خليجي ان كان حلبي ان كان راي اللي بحب انا اصلا كمان خريج كولية تربية موسيقية قسم غنى اوبيرا يا شيخ بس انا دخلت الكولية دي علشان انا بحب الغنى الشرقي اكتر يعني بس عندنا ما كانش فيه قسم للغنى الشرقي كتخصص يعني فالراي انا بحبه من زمان جدا جدا انت عمر مش اقدر اقول لحضرتك ايه السبب مفيش سبب معينة خليك تحب الشي او ما تحبهوش بس انا معرفش حبيته يمكن عشان اصولي من على بعض جدودي من المغرب بس يعني انا اتولدت هنا وابوي اقومي برضو اتولدت هنا بس ما اعتقدش انه اصلا يعني انتو الجنسية مغربة ولا انتو لا الجنسية الجنسية هنا مصريين لكن انا جدودي من المغرب من المغرب اه من ناحية والدي والدي عشان كده فيه ممت طب انت بتمارس الغنى فين بقى بره المشروع ده بتعمل ايه بقى انت بقى في اماكن بقى يعني كل الاماكن اللي ممكن يتغنى فيها بقى يعني يعني زي بابس ممكن اوتلات اه يعني مش اشتغل شغلاتي اصلا يعني بس محتاجين شوية ضوء بس يعني اه انت هتاخد ضوء هنا غريب لانه فعل اه لا لانه شغلك يهولك نسمة كمان صعب اه وحلو قوي وانت ما شاء الله قيلو حلو قوي شكرا فقول لي مثلا طب هل انت لقيت صعوبة في التمرين على الراي مع نسمة اه لا هو مش مش هنقول صعوبة هو نقول انا باغنيه اصلا من زمان طيب وعلشان باغنيه من زمان هي لقيت يعني اللي هي كانت عايزها لقيته عندي امم هو طبعا ان اغني بلاكنا مش يعني اغني بلاكنا مش بتاعتي امم وكلام ده ما كان بيواجهني زمان يعني ويمكن لحد دلوقتي ممكن فاغني مثلا لسه طلع جديد او غنوة استهوتني عايز اغنيها فممكن شوف حدي انا ما بعرفش الجزائري يعني فحد بيوضح لي الكلام كده يعني زي ما حصل برضو يعني مستر ماجد مكرم جاب لينا الاستاذة راتيبة جان قادت تصحى لنا برضو شوية حاجة لان مهما كنت الغنوة باغنيها كتير مش هتبقى الكلام كله مية في المية صحة يعني مش لغتي ممكن تلاقي حاجة واقعة وحاجة فهي صحة حد لنا المسألة طيب برا الراي انت مشترك في كل المادلز ايه الحاجة اللي كانت صعبة عليك بما انه انت يعني شوية يعني متمرن في الراحة انا اقول لحضراتك انه هو اصلا من الاول انا بحب الغنى الشرقي فمش هقول ان في حاجة كانت صعبة اه بس هنقول مثلا في حاجات ما كانتش محفوظة اه بالنسبة لي فكان ممكن يلازم يكون في حاجة قدامي مكتوب فيها الكلام لكن كصعوبة كغنائية ما كانش في حاجة بس انت لكنتك فيها شوية خواجة بحكم ان بغني بقى الحاجات دي بقى لي كتير قاوة اه يعني فيها برينس كده في نفسك اه هو انا برينس من زمانة انا اعرف الله لاحصت عليك هذا الاحساس فعلا نورتني اه ومستنية اسمعك بشغف شديد واموت اكده من النتائج اللي انت هتعملها مع الناس مرسي جدا وتشكر ربنا يوفقك وتشكر موسيقى 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 يا عيون يمسافر نعطيك وصيتي يديها على البكري شوف ما يصلح فيه قبل ما تبيع وما تشري يا يا نايم جاني خبرك مصر ووالك سرالي هكذا راضي مقدر هكذا راضي مقدر في الجبين سبحان العالي ها خمان ها خمان أمان 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 ترجمة نانسي قنقر يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعام ندمول عباد الغافلين قبلك ويقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعام ندمول عباد الغافلين قبلك ويقبلي وعلش قلبك حزن وعلش هغداك الزواري ما يدوم الإيام ولا يدوم صغرك وصغري يحليل ومسكين اللي بات ساعدوك صغري ليه ويا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحام ندمو لعبات الغافلين قبلك ويقبلك ويا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحام ندمو لعبات الغافلين قبلك ويقبلك هي مسافر نعتيك وصايتي بيها على بكري شوف ما يصلح فيه قبل ما تبيع وما تشريه ويا لناي مجالي خبرك بصرا لك يصرا ليه هاك داران نقدر عالجبين سبحان العالي ويا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحام ندمو لعبات الغافلين قبلك ويقبلك هي ويا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحام ندمو لعبات الغافلين قبلك ويقبلك الله